قيد المقصة في عدد الكرباء هل انظر الى الرجال رجل الان يوم 13 اللاجه وان نقوم بها ستفوق مسبو فعلي ستفوق وان نقوم بها ستفوق وان نتفوق راس لكم ستارش عبد صدر ستا وعشرين طول صدر ستنين وعشرين عبد خاصة اثنين وعشرين عبد برصة تتا وثلاثين طول خاصة أربعين طول كله انا مترو انا مترو ومسين الكناز يكون هناك واحدة ستنين ها يكون هناك واحدة تنين نديرو مترو وستين حنا هنا قد نزل الموضي لهذا حاودي يجي كخوة زيادة هنا زيادة ها هنا قد نزل كخوة زيادة هاتي بحالكم ها هنا قد نزل كخوة زيادة وحالة بجي باكروس كروش منسبة للكمين ديالنا انتا وغا يجبينه من هولون بالشكل هادة هادية تلك هاش رمسي بحالة اول حالة انا نخدم حالة في البادخون نخدمها الجزء العلوي في البادخون لاشن نفهمها على بكسا عن تاقلته كيف هو اذا اول حاجة بالنسبة لبادخون ديالنا هو ايضا عن الورق لان نشتغل نخدمه فيه هادي نجي نعطي نصف سنتين والفيتر ولا استيل ولا اي حاجة اي طرصاج اذا غالي نحسب من هنا العرض ديال اللي عندي في الخاصر مش حال عندي في الخاصر عرض الحزاميني عرض الخاصر عندي فيه اثنين وعشرين غالي نعبر اثنين وعشرين فيه نجيت هاكدون غاش ندير الخط البيناء شزائع من هاد اثنين وعشرين غالي ندير الخط هاكدون غالي ندير المقاسات عادي غالي نجي باش ندير المقاسات ديالي باش الشكل كيف العادة غالي ندير الكتاب شحالي نفلك الكتاب ناين وعربعين ناين وعربعين اهان سالل نفع عرض طول الصدر طول خاصر ربعين اذا غالي ندير مقاسات ديالي عرض الصدر حالي نفع سالل سالل 26 هنا غالي نفع بنا مقاسات ديالي بلا صونة الخياطة اذا غالي نكمل غالي نبني مقاسات ديالي كي هادا عرض الصدر هادنا فيه 28 كيف غالي نحن يعني بالنسبة للكسيو اللي رادي اغددن رادي اتجيك خوازي بجيب باكلوش ولا كنا اتجيك خوازي يعني رادي اتطايحة على بردي اياتا وتكون عندها حزام بالنسبة للكسيو اللي رادي اتطايحة رادي اتطايحة برعا صونتي الان اتجيك منع فوق الكل ديالي اتطايحة بالنسبة للمشاهدة اتطايحة 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 نحن التركيز والصالب نوع شرية شايدنا أركدنا 4 عشرين الفرق هنا قاوصي سكر ماذا؟ لان شاء القاوصي في الفرق لانه قطومي معكف نزلنا برعه لا شكت لك دي هانه نحن نترسل هذه الأولى نضع 12 كيف العادة نضع الكورساج نضع هذا الخطس نضع هذا الشكل وعندنا 228 وعندنا 24 في المجموع نضع هذا في الطريقة تداء من القر تداء من القرآن تداء من القرآن كيف تداء من القرآن نضع هذا الخطس هناك تحديد تحديد العرض على الصدق يمكنك أن تحديد العرض لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد تحديد العرض أيضا 30 يعني 17 17 من 20 3 تداء الفرقة ثلاثة 17 ما الفرقة ثلاثة المنظرة 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 لدينا عشرين هنا كان خاطر ما شواش بالكثير هادي نعود نصح الحال الخاطر اذا نبعد نصح الحال الخاطر هادي نكتب يعني هادي نشي باش ندير عرض على الصدر كيف العرض منتصف بو عشرين ماش عرض على الصدر هادي نفير هادي نفير او في هاتين في سمعتها اللامزنش هادي هادي نصون تمتجو الخياطة هادي نعم الطوب كما ها هادي نفسي يعني الفرق ثلاثة سأقراش هادي الفرق ثلاثة وشي بنسبة الان هادي التعديل هادي هادي التعديل هادي متلقيت وشتبالين دير التعديل زيار ونقلي اذا بعد ما ديرت التعديل على الصدر على الصدر اذا العبار ديري الاصلي هو هادي نفير اذا بالنسبة للخلف بالنسبة للتعديل الامام هو هادي انا رادي نقوم بتعديل باش نضرب عليه الخلف عادي الساعة منتقله الامام نعود نقعد بالتعديل ديرنا عفوا هذا الفرق هنا فلاطن بثلاثة سنتين يالو التي اخصان قدها اذا نقسنا ثلاثة سنتين تعتديل هنا بعد ما عودت اقنت بتصحيح ودرت الخطين الصحيح باللون الازرق سنقطع الباتخون ديري اذا هنا ها نقطع الاصلي هذا هو الاصلي اذا نقوم بطرق اذا اضع الماء نضغ طارق هنا نقوم بطارق أحضره من الخلف ويجب أن نمصي خلف الخلف من خلف وموضوع 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 وعلى المعدد المقص مولته إذا بعد مما سنتعيني الكورساج دي الخلف وهذا يعني ترسلت المميزة على عدد الأعمام عادي الساعة ممكن عاوض منذيروا التعزير دي الأعمام إذا هنا السؤال ما هو السؤال السؤال هو لماذا عاوض نزلت بهذا العدد هذا ذاك العدد الذي عندي هنا ثلاثة سنتيم دي الفرق مني كان بغينا كيف عرض أعلى الصدر كان عاوضنا هذا بطول من ثلاثة سنتيم دي الكتاب وكان خرج بها أزيرو يعني ما كان حيضه هكذا كان حيش ثلاثة مقاددة إذا هدين أطر على الطول دي الموضي يبقى الطول هو هو لأن الطول يبدأ عندي من أحد العنق ثلاثة سنتيم كان طيحة من هنا ملطن بيد الكتاب لأنه إذا خرجت هذا ثلاثة سنتيم ما طيحته سوف يزاد التركيز ديالي بثلاثة سنتيم وبالتالي كيف يكبر من ديال الخال فهنا لم يكن نخدمه على أن نديره كبر من دهر ديال فهنا نخدمه على أنه يجي قد قد لأنه يجي ديال الأمام كبر من ديال الخال هذا الشيء لماذا نديره هاته تعديل هذا باش هال العدد اللي عندنا في هاته يعني فهات الجيرو أو لفهات التركيز تيكون هو نفس العدد لدينا ديال الخال إذن أول حاجة غنقديو التوب ديالنا باش نفصله منه هاتش اللي يتراصيناه بالنسبة للطريقة هذا الطريقة بالنسبة للطريقة هذا الطريقة لدينا 6 متر سنعود 3 متر ما هو الملعب ثمم لنقوم بعمل جيبا قلوش وهذا يعني كان قد اكثر على الود دبت تبقى على جيبا قلوش وقوم بعمل هذا غير واحد ليس جيبا قلوش هذا سيكون جيبا قلوش يعني الصائر قلوش من الخلفية حيث لدينا الأنون الخلف والصائد هنا نفتحها إذن الضغط ينصير نأخذه من هذا الطرف هذا هذا الشكل لأن الصائد هنا يوجد واحد يوجد واحد يدين وهذا الدين لنستغل يستغلون توم نأخذه يعني يطوين من الخلف سنأخذه من هذا الضغط يعني لدي الصائد هنا سنأخذها من طرف متر وعشرين ونأخذه نأخذ الخاصة للصائد هذا الشكل هكذا اللي لديه في مين وعشرين نأخذ وهذه الطرف الطول للصائد لديه فيه متر وعشرين حيث الطول كله فيه متر وستين إذن متر وعشرين نأخذ هذا الطريقة من هذا الطرف من نفس المساعدة نفس المساعدة نفس المساعدة وفي المسلوب ستظهر الكورساج من المنطقة إذن من مصددته هذه الطريقات سوف نقوم بإضافة سوف نقوم بإضافة الصيادة بالدم والكمين والكرساج جيداً من هذا سوف نحتاج الصيادة بالإضافة سوف نحتاج فيها 28% يعني هذا الضغط الضغط يمكن أن نقوم بإضافة ومع Links ويمكننا نقوم بإضافة وإذا فقط أشكراً ثم نقوم بإضافة سوف نقوم بإضافة وإنكارها مصدروح وإذا كانت أكبر حزاب المنطقة سوف نرحب صيادة وإذا كان لدينا و Sorry في الطرف الثاني 40 سنتين سوف يقوم بإمكانك في الطريقة مريحة نحن نصل لكم فكرة ونكمل عليكم في الصغير اذا كنت قسمتها على الجوجه هو هذا طويته على شكل متلات لكن هذا غير نص لكي نخرج الصياد الخلف سنحتاج العرض الخاصر وفي الطول الخلفي سنحتاج المتر وعشرين من هنا في هذا المنطسف من التوب سوف نخرج الصياد الخلفية خلفيه و الظهر القصده بجوجة واحدة من هذا المنتصف المنتصف النصف الحلوذي فيه 3 متر ومترون سنة خرجت منه خلفيه و الجزء الخلفي لها الموجه اذا ممنوعنا اخرج القصده القصدى زائد سنتيمات دي الخياطة و معنوعنا اخرجت الصايا الصايا دي الخلف إذا ترفع الأمامي يعني الثوب الأخر من نصف سنخرج منه الجيبة الأمام من هنا يعني في هذه الطريقة سنبدأ معي يعني زائد الطول الجيبة سنخرجها نيشان يعني كي سيبقى له هذه البلاصة سنخرج منه الكومي وبنسبة لهذا الموديل هذا الذي لديه في واحد قطعة هنا في هذه البلاصة حيث هذا كان نسعه واحد شوية وكنذيره فيه لبلي هنا ما زال غنذير فيها التعديل هذا تاون سيتو إذا في التعديل الأمامي غنقطع البلاصة هذه حيث هنا غادي يكون لدينا فيها لبلي إذا نقطعت لجيبة الأمامية من هنا هي هذه يعني من الطرف الإشاطية هذا هنا غادي نخرج الكومي والكسدة القدام الفقاني هذا هذا غادي نخرجه من هذا التوب الإشاطية إذا إذا بالنسبة لكسدة للينا سنضرب ونضرب تركيز من هنا وفي ما زالت كل ما زالت إذا بالنسبة للتوب هنا مقال زيت هذا هو الذي سنقتله في هذا المسافة إذا الطريف هذا الكتف الذي نعود نزيده هو هذا إذا بالنسبة للطرف الذي شاطناه هذا هو نتعلاجه ونخرجه منه الكميم موديله إذا نعوده مع الكميم إن شاء الله أنتظر ونرى النتيجة النهائية أو للموضير يعني في الأخر وكيف سيطلع إذا سننترس لكم في الصغير يعني الصغير هذه هي ثلاثة متر والتوب الذي عندي أنا الثوب كان نقص كانت عندي في غير الجوج وثمانين ولكن سنفترض على أن خدمنا في ثلاثة متر وهي هذه إذا هنا نص قصيت على الجوج هذا هو قصيت على الجوج إذا تتبقى لها كل متر ونصف وحده هذه حيتها وهذه تويتها هكا بشكل مدلت أكدو إذا بنسبة للجبة ديالي خرجها من هنا حالكا بصايا يعني هذه ديال الخلف خرجها بحالكا هالطريقة هادي هذه السايرة الخلفية ومن هنا خرج الكسداد ديال الخلف يبدأ من هنا خرج هذا القصة هادي خرج من الكسداد ديال الخلف ولا عندنا يعني الظهر كامل من نص الأول كنحيضو كنجيون هنا باش نخدمو على يعني نص ديال الأمان بطرف ديال الأمان احنا كنعرفو على أن الأمان عنا نحط الباتخون إذا المنسبة للباترون الأمامي كان بحال هكذا كان يقوم بها هذه الخفوازية كان نصل لها كذا تنادي هذه الجبا ديالة يعني الثطرف الأخر ديالتو جيت وخدنت هكوا يعني هكو باش نحدد يعني الحزام ديال الجبا الأمامي وهنا طرسي تسطول ديالك كامل بشكل يعني ضغوة يعني مشات نيشان مشي إفازي الأمامي مشي إفازي وإنما الخلفية هي لجات إفازي بشكل ديالك اذا فاش خرجت خاطخن ديالي حطيته الأمامي باش نخرج الصياء الأمامية يعني جيبة القدامية بهذا الشكل هذا نحيض السياء يبقى لنا هذا الطرف الطرف هذا شو يخرج منه كان يخرج منه هذا الطرف ديال القدام بهذا الشكل هذا يعني القدامية بهذا الشكل حيث تسببها نطوئي على جوش بالنسبة لهذه الكسده هذي قدرتها فيها بربعة سنتيم حيث سوف يدر فيها البلي في التوب هذي سوف يدر فيها البلي عدل هذيك البنضة اللي غتي غتي جمعة يعني اللي حيدنا من الكورساج الامامي اذا احنا خرجنا القدام ديال الموديل ديال وهنا قلنا الطرف هذا طوين على الجوج وخرجنا منه الكميم اذا هكذا كنخرجه الكميم وفي النهاية كانت تخرج هذي النتيجة يعني هالاعمام ها كيفاش كي يجي وهالخلف ها كيفاش يجي وانتظرت يعني النتيجة النهائية السلام عليكم حكاية تعالى وبركاته